انطلقت أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور بمحافظة الأقصر وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030 ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وانطلقت عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلقت أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور بمحافظة الأقصر وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030 وانطلقت عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة فضلاً عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس بالقرية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مستفعاد لأن البلد كلها في خير البلد بالصلاع النبي كده في خير داخل البلد وتتضمن أعمال التطوير والتنمية إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة وإقامة مشروعات تمكين اقتصادي لغير القادرين بالإضافة إلى توزيع مساعدات إنسانية تقدر بنحو أربعمائة كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية تنمية وتطوير قرية نجع الجسور يأتي استمراراً لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الحدودية وبخاصة سكان الوديان والمناطق الجبلية بسانت كاترين ومناطق وسط وجنوب سيناء والنطاقات الصحراوية في حلايب وشلاتين وصولاً لرأس حضربة أعمال تنمية وتطوير قرية نجع الجسور يتم تنفيذها على أربع مراحل أساسية تبدأ بعمل مسح شامل لاحتياجات الأهالي داخل القرية والوقوف على أهم جوانب معاناتهم سواء في المسكن الذي يعيشون فيه أو في مصادر دخلهم أو فيما يعانون من مشكلات صحية وتاتي المرحلة الثانية وهي اختيار ما سوف يتم تنفيذه داخل القرية من أنشطة تحقق هدف التعاون وهو خلق حياة كريمة للأسر في كل مفردات حياتهم هما يليها مرحلة التنفيذ التي انطلقت بالفعل وأخيراً مرحلة المتابعة وقياس الأثر ترجمة نانسي قنقر